موسيقى على إثر رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسراما قبل أوسلو ناقضة بذلك اتفاقا مع الفلسطينيين جاء القرار الفلسطيني بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قرار أحجمت السلطة عن اتخاذه منذ قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بدعوى فتح فرصة لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي القيادة وافقت بالإجماع على أن نوقع عدد من الاتفاقيات أو المنظمات أو المعاهدات قرار التوجه للانضمام لنحو خمس عشرة معاهدة هو كما قال ياسر عبدربو مجرد خطوة أولية من أجل الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة للحقوق الفلسطينية وأبرزها الإفراج عن الأسراء عن حقوق مجرد خطوة أولية ولن نفرد لا بحق الأسراء ولا بأي حق سياسي أو وطني من حقوقنا اتفاق الإطار بالصيغة التي كانت مطروحة وبالمحاذير التي كان يحملها والتي في مقدمتها نسف المرجعيات الدولية هذا أمر لا يستطيع أحد العودة إليه ولا يرى بعض المتابعين تلك الأهمية في الانضمام لبعض المنظمات الدولية وأن شكل التحرك الفلسطيني وتأخره قد يفتح الباب من جديد للعملية السلمية واستئناف التفاوض الخطوات الفلسطينية محدودة ولازالت تفتح الباب أمام عودة المفاوضات المرجح أن كيري سيعود إلى المنطقة وسيستأنف جهوده وهناك فرصة أيضا لاستمرار العملية السلمية لأن الفلسطينيين اتخذوا خطوات بالغة الضعف وقد سبق قرار الانضمام للمنظمات الدولية مطالبات عديدة ودعوات فصائلية لاتخاذ مثل هذه الخطوة كاستحقاق للعضوية في الأمم المتحدة ولمحاسبة إسرائيل على مستوى القضاء الدولي أيسر البرغوثي تلفزيون وطن